العرب الآن لديهم رئيس جمهورية مصر العربية رئيس الشقيق الكبرى رئيس أم العروبة حضر اجتماع مع أولف شولتس المستشار الألماني وخرج لنا الرئيس بمجموعة من النقاط عايز تسميها تصريحات عايز تشوفها تحذيرات عايز تشوفها تعهدات عايز تشوفها وعود تسمي كيفما تسمي فكلها صحيحة حصلت هذه القمة الثنائية ما بين فقامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولتس وتم تثمين التطور المستمر في هذا الصدد هي مسألة وقف التصعيد لازم يحصل وقف للتصعيد طبعا كان فيه كلام متعلق بالعلاقات المصرية الألمانية كان فيه كلام متعلق بالصعيد الاقتصادي والتجاري ما بين البلدين التعاون المسمر كل ده كلام رائع وجميل وهنستمر فيه إن شاء الله إحنا اللي يهمنا دلوقتي هو الحديث على وقف التصعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر